السلام صبايا اليوم رح اشتغل هاي الوردة البوف كتير حلوة وكتير نعمة فينا نزين فيها التياب مثل البلوفر او فستان او اي قطعة عم نشتغلها او فينا نضيفها لقوز كازيني ملزقة هون كتير حلوة وكتير نعمل البنوتات او اذا عنا ربطة شعر كمان فينا نحط على ربطة شعر مشروع كتير حلو يلي حابين يشتغلوا بالكروشيو يعني مشروع صغير لقلهم السبايا الي عم شوفوني اول مرة بيتمانا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد خلونا نبدأ صبايا رح نحتاج لمقاص بالنسبة للسنارة هي مقاسة 4 ميلي متر حبات اللولو اي نون منفضله كبير او صغير والخيط هادا خيط اكريلي كمية بالمية بالبداية رح نعمل العقدة بعدين منا نرتفع اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وعند اول سلسلة رح نعمل منزلقة بعدين رح نرتفع سلسلة هون جوه الدائرة اللي صارت معنا بالاربع سلاسل رح نشتغل اتناشر غرزة حشو واحد وعند اول غرزة رح نحط الماركر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع ماني تسعى عشرة اداش ناش وعند مكان الماركر باول غرزة رح نعمل المنزلقة هلا رح نبدأ بالبتلات بالبداية رح نرتفع سلسلتين بنفس المكان رح نلف الخيط على السنارة ندخل بنفس المكان ونرد من لف الخيط ونطلع مرة ثانية ورح نشد الخيط بحيس بصير بطول السلسلتين هاي اول مرة كمان ثاني مرة رح نلف الخيط على السنارة وندخل بنفس المكان نرد من لف مرة ثانية ونطلع ونشد الخيط تمام هلا بدنا ندخل بالغرزة اللي بعد منا رح نلف الخيط رح ندخل بالغرزة اللي بعد منا منلف الخيط ونطلع واحد منلف الخيط ونطلع اتنين منلف الخيط ونطلع ثلاثة باول غرزة عملنا مرتين بثاني غرزة عملنا ثلاثة رح نلف الخيط ونطلع من الكل بعدين رح نعمل ثلاثة ثلاثة واحد اتنين ثلاثة هلا بالغرزة اللي بعد منا رح نعمل منزلقة هيك عملنا اول بتلة ورح نكرر بنفس الخطوة نرتفع سسلتين بنفس المكان رح نلف الخيط وندخل أول مرة ونشد الخيط منلف الخيط وندخل ثاني مرة ونشد الخيط هاي مرتين هلأ مندخل على الغرزة اللي بعدها منلف الخيط وندخل على الغرزة اللي بعدها منلف الخيط ونطلع ونشده هاي واحد اتنين كلاتة تمام بعدين من الف الخيط ونطلع من الكل ونعمل كلات سلاسة واحد اتنين كلاتة ونعمل منزلقة بالغرزة اللي بعد منها كمان مرة السلسلتين بنفس المكان رح ندخل مرتين منلف الخيط مرة منلف الخيط اتنين الغرزة اللي بعدها تلات مرات واحد اتنين كلاتة منلف الخيط بنطلع من الكل ثلاث سلاسل ونعمل منزلقة بالغرزة اللي بعدها هلأ هيك عملنا ثلاث بثلات كمان رح نعمل ثلاثة لنوصل لعند اول غرزة اشتغلنا فيها برجعكم صبايا صبايا وصلت لعند اول غرزة هون بعد ما عملت ثلاث سلاسل هون بنفس المكان اللي بتدينا فيه رح نعمل المنزلقة بعدين رح نعمل سلسلة بننقص الخيط وهيك تشكلت عنا الوردة هلأ هذا الخيط الصغير رح ندخله منهم ورح نسحب الخيط نشده لحتى يسكر معنا من جوا هلأ صبايا بننختار حبة اللولو كل حبة هتختلف فيها الوردة من كان هالشكل أو هالشكل أو اذا كانت حبة اللولو صغيرة طبعا هالشي اختياري الالوان اللي من ريدا كيف كتير حلوة ونعمل رح ندخل الخيط من وراء وبعدين هندخل ها باللولو بهالشكل وبعدين فينا نخيط ونسبت ها بالنص بتمنى انه تكونوا استمتعتوا بالفيديو سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة